الهيكل المحوري لكلب السمك Axial Skeleton of Celeronis Canicula يتكون الهيكل المحوري لكلب السمك من مكونين رئيسيين وهما الجمجمة والعمود الفقري فهل تعلم تركيب كل منهما بالتفصيل؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً أولاً الجمجمة Skull وتتكون من القرينيوم المحافظ الحسية والأقواس الحشوية ألف القرينيوم كرينيوم وهو صندوق مستطيل يحيط بالمخ لحمايته يكون السطح البطني له كامل التكوين بينما السطح الظهري غير مكتمل وبه فتحة في المقدمة تسمى ليفوخ الأمامي Interior Fontenal أما في الطرف الخلفي فتوجد فتحة كبيرة تسمى الثقب الكبير فوريمان ماغنم يمر خلالها الحبل الشوكي للخلف وعلى جانب الثقب الكبير يوجد لقمة قذالية Occipital Candle والتان تتمفصلان مع أول فقرات العمود الفقري باء المحافظ الحسية Sense Capsules وتكون ملتحمة مع القرينيوم وتتكون من محفظتين شميتين Olfactory Capsules أماميتين يفصلهما الحاجز الأنفي Auditory Capsules خلفيتين ملتحمة مع مؤخرة القرينيوم حجاج العين Orbit مكون من نتوآت علوي وسفلي وأمامي وخلفي لحماية العين Jim الأقواس الحشوية Viseralarches مكونة من أجزاء غضروفية تدعم تجويف الفم وجدار البلعوم وهي سبعة أزواج تتكون من القوس الفكي والقوس اللامي وخمسة أزواج من الأقواس الخيشومية واحد القوس الفكي Mandibler Arch ويمثل هيكل الفك العلوي والسفلي هيكل الفك العلوي مكون من جزئين غضروفيين هما حنكان جناحيان مربعان Plato Terego Quadrate والفك السفلي يتكون من غضروفين يسمى كل منهما غضروف ميكل ميكلز كارتليج وتتمفصل نهايات الخلفية للحنك الجناحي المربعي مع النهاية الخلفية لغضروفي ميكل 2- القوس اللامي Hyoid Arch يدعم نهاية تجويف الفم وبداية البلعوم مكون من خمسة أجزاء غضروفية 2- علوية يسمى كل منهما اللامية الفكي Hyumandibular 2- سفلية يسمى كل منهما اللامية القرني Syratohail 1- وسطي المشترك يسمى اللامية القاعد Basihail يرتبط هذا القوس مع المحفظة السمعية في الجمجمة ومع الفكين العلوي والسفلي بأوتار قوية Tendons 3- الأقواس الخيشومية Pranchial Arches تدعم جدران البلعوم وتكون كل قوس خيشومي من أربعة أجزاء 1- الخيشومي البلعومي Frangipranchial يدعم سطح البلعوم الظهري 2- الخيشومي العلوي Epipranchial 3- الخيشومي القرني Syratopranchial 4- الخيشومي السفلي Hypopranchial يدعم سطح البلعوم البطني يتحد الخيشومي السفلي للقوس الخيشومي 3- 4- 5 على الجانبين مع غضروف وسطي يسمى الخيشومي القاعدي Basibranchial يدعم السطح السفلي للبلعوم والسطح العلوي لتجويف القلب التاموري ثانياً العمود الفقري Vertebral column يتكون من 130 فقرة غضروفية وهي فقرات ثنائية التقاعر أي مقاعرة من الأمام والخلف يحتوي على نوعين من الفقرات جذعية Trunk Vertebra وذيلية Codal Vertebra أما عن مكونات الفقرة فتتمثل في مركز جسم الفقرة Centrum وهذا لأي نوع من الفقرات؟ شوكة عصبية Neural Spine قوس عصبي Neural Arch وبالإضافة إلى ما سبق تتميز الفقرة الزيلية بوجود قوس دموي Himel Arch وشوكة دموية Himel Spine ترجمة نانسي قنقر